اهلا بحضراتكم مرة تانية لسه معكم خلال الاهل الليلة وفي بداية هذا اللقاء نرحب الكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الاهرام الأستاذ محمود صبري بساعة الخير واهلا بحضرتك صباحا بنسعد بمشاركتك معنا في الاهل حنبدأ بمباراة او استعداد الاهلي واختتام التدريبات والاستعداد لمباراة الاهلي والاتحاد بكرا ان شاء الله حظاك شايف اهمية المباراة دي ازاي وشايف توقعاتك لمستوى الفني بغض النظر على انها مباراة اول وثاني اول وثاني ده لسه بدري اول في الجدول المسابقة لكن الاتحاد من الفرق اللي في السنوات الاخيرة بتعمل ماتشات الجامدة مع فريد نادي الاهلي واعتقد انه مدرب بحجم كابتل طلعة يوسف محتاج انك انت لازم عندك حظر شديد جدا ومزيد من الاحترام والتقدير للرجل له لانه عنده تاريخ وعنده يعني خبرات كبيرة جدا او امكانات فنية هتعمل لك مشاكل كبيرة واعتقد الجمهور الاهلي ما نستش ماتش الاتحاد الفاصل السنة اللي فاتت الانتهت 2-0 في مباراة مصيرة عجيبة شاهدت بعض الاحداث المؤسفة هل يزود قوة المباراة شوية من وجهة نظرك السيد محمود ولا لا فكرة انه الاول والثاني ان الاتحاد عامل موسم استثنائي وبدايته اقوى حتى من الموسم اللي فات هل الارقام هنا وان الاتحاد هو اقرب منافس حاليا بالارقام بالنسبة للاهلي هل ده يخلي المباراة عالة فنيا او يدي دواسع اكتر هيبقى فيه نوع من الاصارة هيبقى فيه نوع من التركيز الشديد اللي عابت الاتحاد لما يبقى عندك الفرصة انك انت تبقى الاول ها يعني هيبقى عندك حافز في حافز هنا الاتحاد بيعيش ناشوه انه دور تمانية بطولة عربية ها داخل مع ماتش اسمعيني بصراحة قرعة الظالمة من وجهة نظري كنت اتمنى تبقى مع فرق تاني وعندك طرفين مهمين الاتحاد برضو من الفرق اللي تقدر تقول الجماهرية الشعبية اللي انت ايه مطارب كمان تحفظ عليها يعني عندك ايه بدأت الاندية الشعبية تتآكل يعني تكوينها في الكرة المصرية وبدأت بقى لاندية تانية ظروف المالية من الحاجات اللي يتم القتال عليها حتى يبقى ولا يموت ولا اتحاد انت لو جيت مسكت ورقة وقلم ورجعت في مثلا عشر سنين لورا هتاجي ان الاتحاد كان دائم من الفرق المرشاح للهبوط يعني ايه كان عنده مشكلات في محسن كتير لما تيجي من الفرق في جهد بتبزل من وجود محمد صيد محمد مصالح الرئيس النادي هعمل جهد كبير جدا جمالية حد متعطشة نفسها طولة ونفسها تنهاية يعني ان النادي يرجعها تاني يرجع اعلاميا وجماهيري طبعا ده شيء مهم طيب هل ده هيكون من الحاجات اللي تعتقد انه دار حوار حول هذا الامر مع نجومنا ولاعبين خلال تدريبات اليوم او اختتام التدريبات استعدادة عن مبارات الاتحاد فكرة ايجاد وعي يعني انه يوجه لهم المدير الفني ومدير الكورة تركيز اللاعبين يبقى عندهم وعي كافي بالدوافع لعند المنافس عشان يقدروا يلعاب نفس الجدية المدير الفني مشابه عنده الخلفية بقدر انه ده دور كابت السيد عبدالحفيز في انه اصال كمان للرجل نفسه هيقوله احنا ما نلاعب مين نتلاعب فرقة كبيرة فرقة مسألة فرقة بتوجيد دور قدام الفرقة الكبيرة فاعتقد انه مباراة تبقى صراع داخل الملعب وخارج الملعب ده غير ان احنا تعودنا ان كل الفرق في قمة الجدول او في الفرق المتذائلة الجدول الدوري دايما بتحاول تقدم افضل ما لديها في مبارات الاتحاد بص مقياسا لما تلقى ان تدقيس على الفرقة الكبيرة لما تيجي تواجه اي فرقة بيبقى عاوز يظهر كل قدراته خاصة انك انت كفرقة كبيرة مش هتدافع فيبقى عنده الفرصة وهي انه هو مساحات يعرف استغلها فانا عاوز اقولك انه المباراة هيبقى صراع على ارض الملعب وصراع على الاوراق كمان يعني المديرين الفنين يعني كل مدير الفني مذاكر وشايف واعتقد ما فيش حاجة تستخبأ اللي هيفرق هنا اداء اللعيبة وحالتهم في المباراة طيب والسباء اللي حالك اشارت له قدرات المدير الفني لكل فريق اه طبعا مش عايز فايلر ماشي بصورة كويسة جدا ماشي هنتكلم على حق جزئية سبعة من سبعة سبعة من سبعة سبعة من سبعة دي شيء كويس جيبت اديك دفع معنوية مستقرة على جد لكن من وجهة نظري انا كمتابع وشايف لم يتم البناء الكامل للاهلي حتى الان لم يتم البناء الفريق لانه مش مقياسي اوي في الدوري بقدر اللي انا شايفه انه الاهلي يا اداءه اللي يحسمه هو شكله في بطورة افريقيا افريقيا هاي المقياس بدأ دي لما تحطيت في اول اختبار كنت رايح بسيقة كبيرة جدا قدام النجم الساحلي فجئت بتواجه فريق متمرس بيعرف اتعامل مع الحاكم ازاي بيعرف اتعامل معك ازاي سبك الملعب ولا كيلعب ولا وخطف هدف اتطرد منك لاعب حصلت ظروف كل الامور دي الاهل المفروض لديه من الخبرات انا اتعامل معها مباراة بكرة مباراة صعبة جدا ومباراة توقعها مبين فريق الاتحاد هيبقى عامل سون ديفينس قافل ومرتدات يعني هتبقى ايه وانت عندك مشكلة ورغم انه اصابة مرمى الاهل بادها في وحيد لكن لابد ان يعي جيدا ريني فايلر انه هيجي وقت اتعرض فيه لموقف صعب جدا عشان بقى قدرات الفريق وقدراته هو ازاي يعرف ارجع في المباراة يعني ايه لو فرقة تانية بقتته بهدفين ولا ثلاثة ها قدرتك لعبتك قدرتك كمدرب وقدرتك كفريق تقدر تعرف ترجع ولا متعرفش ترجع والاهل عنده تاريخه كبير جدا ولعبته انه هيقدر اتمنش فانا عاوز اقولك انه هتبقى صراع ما بين طموح لعبت الاتحاد اللي نفسهم يتحطوا في صورة يعني جدوى للمسابة الدوري وده هيبقى شيء رغم انه الاهل يليه مبارتين موجلتين لسه يعني الكلام بدري عن المسابة وكلام ده لكن اعاوز اقولك ممكن مبارت بكرة المبارة اكثر مراعا لو تلعبت مفتوحة لكن كل فريق الاتحاد هيبقى محتم قدرته كابتن طلعت ومش هيغامل ان نفتح الملعب مع الاهلي لانه فتح الملعب مع الاهلي مش في صالحه هل الاهلي النهاردة رغم الغيابات المؤثرة عندنا مجموعة للأسف مصابة او بتجهز او في مراحل خاصة ببرامج علاجية واستشفائية زي حمدي فتحي ومحمود متولي ياسر ابراهيم هل الاهلي القايمة اللي موجودة بكرة بتدي الفرص لريني فايلر وجهازه المعاون كاملة والمرونة في الاختيارات وان ما زال عندنا الذخيرة القوية من اللاعبين اللي نقدر نناور بها ونغير شكل الاداء لو كانوا الموجودين بكرة مش قد المسئولين بمفاشل عبا في الاهل يعني ايه ازا كنت انت موجود من ضمن التلاتين اللي مختارين ومش قد المسئولين جاء عليك الوقت انك تلعب وما ثبتش نفسك مدفعتش عن فرصتك تبقى انت مش جدير بالبقاء وارتداء الفدل يعني ما تجيلك الفرصة يتثبت يا مثل تقول اصله ما بلعبش يعني عندك الفرصة لكن طبعا فيه فرق لما يبقى عندك العناصر الاساسية اللي هم حفظينها بعض المكتملة عشان ما نتحكش على بعض ونقول لما يغب عندك نعم في لان يعوضه لا فيه فرق لانه فيه متشاط بتحسمها القدرات الفردية طب خلينا نستعرض مع حضرتك سريعا الاسماء عشان حيث تعلق عليها لانه اعتقد ان احنا عندنا اللي عمل فرق معانا السفقات والاضافات الفنية المهمة في فترتين الانتقالات الشتوية والصيفية وخلت عند الاهلي الافضلية انه عنده دايما بدأ الجيدة يعني شريف اكرامي شناوي علي لطفي ايمن اشرف سعد سمير محمود متولي علي معلولة متولي كمان رجع الحمد لله في القيمة محمود وحيد احمد فتحي محمد هاني قسم عشور عمر السلية مجدي افشا وليد سليمان احمد الشيخ سين الشحات جيرالدو اليو ديانج مروام محسن وليد ازارو جونيور عجاي اعتقد ان المجموعة مليانة نجوم وعناصر لا طبعا انا بقولك انه هو علي معلوم مش موجود 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 علي معلوم طيب انا عاوز اقولك انه الشيء من المتابعة في رئة الاهلي هي ظاهرة الاصابات دي عشان يكون معك صادق دايما احتاجها وقفة ما يعديش الامر يتساب كده يعني ايه لما كل مباراة يتصاب عندي واحد او اتنين بالخلفية لا يبقى في حاجة لا في حاجة في غلط فيه البناء البدني للفريق مش مكتمل كويس جدا ياما اللي عمى ياما فيه شغل لحاجة محتاج المدير الفني يتشاف ثانيا عندك اخطاء دفاعية بتتكرر من المباراة الاخرى ولا تتم علاجها بالصورة المطلوبة برضو دي محتاجة برضو برضو اعتقد يعني كبت سابحة فيزو كبت سابحة فيزو مفروض هم هادورهم في الحالة دي انه هو بين الو او ولو يعني بقى الراجل اكيد لازم يقف لو راجل ما اوقفش عنها تبقى دي حاجة تانية بقى يعني هل حضاك شايف ان لسه عايزين شكل افضل في التعامل مع المرتدات اللي بتذهب في مرمى النادي في اتجاه مرمى النادي الاهلي شكل الدفاعي افضل اوزاولك 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 محمد اذا كان الكلام ده مقدور عليه في الدوري في افريقيا الوضع مختلف ما هي حصلت معك اه يعني درس النجم يخليك توقف درس النجم يخليك توقف انك انت لما تدخل في دورة افريقيا تتهل ان شاء الله لدورة الستاشر هيبقى الموضوع ايه صعب جدا خلاص دي مباراة رايحة مباراة جاية وتقاهل في دور التماني يا فيلر الهدف واحد بس ده لانا اعرفه دورة افريقيا الدليل اللي حصل مع مرت اللي صارتي خمسية سانداونز دي مأساة ده زلزال ده الفريق ما جاش يعني وبعدين زعن لما مش انت ما كامل احترام منيك انت لم تضف جديد للفريق يعني ما فيش حاجة في الفريق اتعملت يعني اهل ما قداش مباراة تقدر تقول عليها انه واقف على رجليه بعكس اللي بيحصل دلوقتي فيه شغل فني فيه فكرة في الملعب بتتعمل اه فيه فكرة في الملعب فني طب فيه اصابات بتحرم من دول فني اه فيه اصابات بتحرم من دول فني طب من مصر طب الاصابات دي اسباب هين بفروض يبقى فيه ايه الشغل طب الاخطاء الدفاعية دي المتكررة على طول هتيجي مع فرق الجام ده عنديها جراءة هجومية تتعبك فانا عايز اقول لازم يبقى فيه عين واكيد يعني فايل اذا كان بيشجع الهجوم بمليشل الدفاع وكلام باسمعه لاجنعه اقوله لا اذا لم يكن لديك حق الدفاع صلد قوي جدا ولاعبين مدعفين اخويا بيعرف يتعاملوا مع 4-4-2 تعملوا 3-5 كل التشكلات اللي هي بتقال 4-1-4-4-4 مش عارف ايه كل الطرق اللي بتتكلم يعني الناس بش يعنيها الكلام ده بقدر انك انت ازاي تمنع الوصول لمرمى الشناء وشرف كرام مباراة بكرة من الاختبارات الصعبة يعني ايه اختبار طرق العاشر مع الحرص لعب بنفس طريقة النجم الساحل التبي كان سب لك تلتين الملعب وانت مسكو الكرة مش عارف تختار بتسديد لما جت في تتأخر الفوز توقع بكرة انك انت هتلعب مدرب متمرس يا هو هالمتوقع ان كابتن طلع تيوسي في لعب مباراة قدام الاهلي بطريقة مشابهة للشكل اللي قدى بيه حرص الحدود طبعا مش هيغير كابتن يعني لا كابتن طلعت راجل مدرب برضو هيحترم ان الحربي وهيواجه مين يعني بس عنده دلوقتي فرقة وقفة على رجليها وشايف الاهلي عنده غيابات قد تكون هو من وجهة نظر مؤسرة لكن مفروض اللي لعبت الاهلي اللي موجودين في القيمة اللي غايب زي الحضر يعني زي يقول الاهلي بما الحضر هزي المقولة لابد ان هي تبقى مع انه ممكن يبقى فيها نوع من المبلغة شوية لكن مفروض مدام انت موجود بلازم تثبت موجودك راجع لنا بكرة عمر ان شاء الله يعني في القيمة دي موجودين عدل المشاركة ان شاء الله في مباراة الغد ده طبعا حسب رؤية الجهاز الفني لكن هما يعني وفقا للأخبار الموجودة معنا هما ضمن القيمة اللي تم اختيارها عمر السولية وإحمد فتح مركز الهافدفندر تحديدا حالك شايفه ازاي لان فيه جماهير بتشوفه محاير جدا حمدي فتحي اجماع في القراء على قدراته الدفاعية والوجومية لكنه اصيب افتقدنا جهوده عمر السولية من العناصر المؤثرة جدا مع الفريق الفترة الفاتح سامع شور الخبرة الكبيرة أليو ديانج شايف المنافسة في المركز ده ازاي لان فيه جماهير في الفترة اللي فاتت مطمئن لها جدا مستوى أليو ديانج بيشوفه نلاعب مكانات وتعاقد معاه افريقي مميز قوي صغير في السن مناسب جدا لمواجهات الاهلي خارج ملعبه في افريقيا تحديدا في طول افريقيا هلأك شايف أليو ديانج ومشاركاته ازاي بانت ملامحه في ماتش اسماعين يعني ماتش اسماعيني محتاج ان يعني محتاج بتحليل مختلف لان الاسماعيني ظهر بشكل كواس في الشوتة الاول يعني عمل حالة وده بسبب الاهلي لانه تركيز كان غايب لحد ما بسات مقطوعة كتير فيه مكشف فيه ضغط بالصورة ضغط على حامل الكرة مش بالصورة قده فرصة للاسماعيني يظهر بشكل لكن خبرة يالي بشوت تاني سيطرت وضاعت فرصة وفيه ضربة جزاء الحكم عدت وحدش وقف قدامها يعني فيه ايه فيه كزا حاجة يعني كرة في العرضة لكن عاوز اقولك الماتشات اللي زي دي بتكشف لك العيوب بتاعتك اللي هو موجود اللي انت لازم تتعلم من الاخطاء اللي ما تعلمتش من الاخطاء والدروس بتاعت افريقيا اللي حصلت وقفت عنها لا بود انك انت تعلم من الاخطاء وتعرف انه افريقيا حاجة وهنا حاجة تاني كابتن طلعت يوسف يتوقع عز محمد بكرة هتبقى فرصة عمر انه هو يعني يقدم مش يقدم نفسه لا يقدم فرة اتحاد بشكل مختلف طيب حضرتك اميل كناقد رياضي وكمشجع وكعاشق للنادي الاهلي وكمحب الكرة القدم شايف ان الفترة الجاية والارتباطات والمواجهات القوية خارج ملعبنا في البطولة الافريقية زي ما حضرتك قلت اللي هي الهدف الرئيسي انه اليو ديانجي بقاله دور اكبر فيها وانه الاعتماد على قدراته البدنية وليس الفنية فقط تبقى امر يغير شكل الاهلي ربما الافضل ولا انه يكون لاعب يعتمد عليه انا صرحت في حتة اليو ديانجي يعني طريقة لعب انت شايف ريني فالو ده يعني انا شايف انه عنده جراءة غريبة جدا ازاي بتلعب بعمل صلاح واحده سايب وحتى لو انت اقنعتني انه هنا بيقوم بالدور حسين شحات وقفشة وبيلعب تمانية وعشرة وحسين الشحات بيلعب طرف وبيميل بيغطي يعني عاوز اقولك ده كنت بحتاج واحد يعني يعني حصابة حمد فتحي ممكن تكون يعني كانت بمثابة ضربة للراجل لكل اللي بنا عليه يعني حمد فتحي كان عشايل له خمسين في المية لانه عنده ايه عنده مستين تلاتة مية زنون ديفندر بيعرف فطعه كويس بيعرف بص كويس بيعرف رجب جهول يعني عنده تلات حالات عامل له تلات حلول يعني يزيد في الهجوم بيفسد هجمات المنافس بيعرف روح كويس بيعرف بص بتاعه سليم هنا كان عامل صندة مع مين بدأت توليه عنده نص ملعب السلية وحمد فتح قالي ديانج هو الراجل متعبش من اول مش عارف اقوله وخد منه موقف ولما خادش لكن في ماتش الاسماعيلي ديانج ببين ملامح انه عنده اللي يقدر يشيل يعني عاوز اقولك ايه ممكن انه عندك وحش انه يمكن الاعتمد عليه ممكن تديله ثقة وتصلح اخطاء وتخليه يعني حاجة اجمد من كده اه ممكن يشيل لك لا ده يشيل لك في الدورة يعني هتدي افريقيا مش في الدورة لا ده انت لازم يعني اعتقد انه لازم موجود بكرة يعني لازم موجود في الدورة لا طبعا هو كلام حولك منطقي هو ما اسطش بسؤالي انه انه مطلوب لمبارئات افريقيا دون الدورة اسط انه خصوصا اه لا لا يعني لازم انه مع الضغط وشغل البدني ومواجهات مع الفرق القوية بدنيا لكن هو هنا هو هنا وجهة نظر اه فايلر هي اللي بتحكم هل هيلعب باثنين ولا هيلعب بواحد ها اللي هي اربعة واحد اربعة واحد فرضو تفكيره هو لكن هل دي هتبقى مع كل الفرق متسوية انت بكرة هتواجه فريق فيه على فكرة فيه جبهات يعني واعتمد على اطراف عاملك نص الملعب فيه اتنين في نص الملعب نور السيد واملوي الاكوي ده اغندي وعندك احمد رفعت متعب عايزة نرجع اغندي احمد رفعت من اللعبة المرهقة ومتعبة في الناحية لمن اللي هي الشمال بتاعت الاتحاد يعني عندك بكرة ضغط شديد بكرة على احمد فتحي وجاب هدفين سجل هدفين في المقصة هو لعك مهاريا 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 يعني كنترول على الكرة مميز ماشي فانت هي هيبقى فيه مباراة فيها جبهات وفيها صراعات ودايما مباراة الاتحاد دولايما فيها حماس هل حدك متوقع الاتحاد يكمل بالشكل ده وبالقوة دي الدفع اللي بدأ بيه هيفضل موجود مع استمرار واستكمال المشوار الدوري في المقدمة في الجدول في المنافسة مباراة بكرة هتفرق معها مهاريا معنويا مهاريا مهاريا انت لما تلعب مباراة قدام فريق قدام البطل مهاريا وتكسبه مثلا مهاريا هتنقلك نقلة في حتة تاني مهاريا مهاريا يعني ايه لها طرفين يام ما تعاليك تخليك انك انك انت بازلت كل الجهد هتيجي بعدين يحصل لك انهيار انك انك انت ايه كون كل ترجسك انك انت تعمل اللقطة دي ودي لما تيجي تعمل لها مقصف الدوري المصري في السنوات الاخيرة تلقى مثلا فرق كسبت مثلا الاهلي ها تلقاها بعد يفوز على الاهلي على طول تاخد فترة ممكن بقية الدوري لو الكل متصفش مباراة احنا نفسنا الدوري باقوى ونفسنا الفرق الجماهيرية ونبقى تاريخ زي الانتحاد تحافظ على شكل جيد فلده بس مش بكرة لا مش بكرة لا ونبقى لا وبعد ان شاء الله ملاحلي في فوزن كلا لا لا انا بقولك انه بيساعدنا تعلق الفرق لا لا بيبقى عندك بيبقى عند المنافس بيبذل كل يعني تركيزه واعصابه في ملعب انه هو يعمل في المرأة لكن انا عزا اقولك انه فايلر تدريجيا المكسب بيجيب مكسب لكن في ظل المكسب بيجيب مكسب لازم الناس بيواخد بنا من حاجة برضه انه في عندك مشاكل واخطاء اه في عندك مشاكل واخطاء فلازم ايه يتبص عليها خاصة في الدفاع خاصة مثلا انت اخر التهديف الفرق كلها هتواجهك كده اصلا مش هتلعب ما فيش فريق هيلعبك مباراة مفتوحة اه وانت عم بالشكل ده استاذ محمود مبسوط ولا قلق من فكرة الروتايشن اللي بتحصل في منطقة الهجوم تحديدا يعني عندنا في خط الهجوم وفي منطقة الوسط المهاجم المنطقة دي عندنا عناصر مميزة كتير جدا بعد الصفقات الجديدة اضيفة اسماء مع النجوم اللي موجودين بقى عندنا يعني مجدي افشا الشحات جيرالدو مع مروان محسن وليد ازارو جونيور اجايي عندنا وليد سليمان عندنا يعني مجموعة كبيرة ممكن المناورة بيها هل حضرتك اكثر ميلا لفكرة انه تثبت العناصر الموجودة في المنطقة دي الا لقدرها في حالات الاصابة او الايقاف ولا مع روتيشن اللي بيحصل ده مرة بنلاقي الشيخ مرة وليد سليمان مرة الشحات مرة يعني تغيير اللي بيحصل كتير افشا او ازارو عفوا اجيئ بص بص حوزان الحال تثبيت العسابات التشكيل من صالح الفريق مم عناصرك لما تبقى عندها خلاص يعني انصهرت في بوضك اصلا ما تقول ليش انا هقعد اغير لها كل شوية واضيف واشيل وحط هيبقى فيه انسجال يعني ما يبقى نفس التشكيلة هي اللي موجودة معاك واذا اجبرتك الظروف على اصابة او غياب بسبب الكروت الملوانة ولا حاجة دي حاجات تبقى طريقة لكن تشكيلت الفريق وثبتها ده شيء مهم جدا الفريق لانه خلاص يبقى لعيب حافظة من غير ما يبص هو عارف بيعمل ايه بس في ناس تانية عايز حالك برضو تقول لي رأيك ايه الناس التانية اللي سعيدة جدا بالموضوع ده بيقولوا او وجهة النظر التانية انه فكرة الدفع بكل العناصر دي وتبادل الادوار بينها في المباريات مخليها كل العناصر دي جاهزة ومخلياني في حالة اصابة اي نجم عندي البديل جاهز مش بعيد عن حصية المباريات مش بالصورة دي والله ما اكمل احترام من وجهة النظر يعني وجهة النظر دي انا احترام واحد دي كل واحد دي انا مش يعني ماشي لكن هاسأله سؤال يعني احمد الشيخ في مباراة الاسماعين انا رغم انه يعني الناس كلها انتقدته وضيع اكتر من فرصة لكن انا عجبني اصرار الرجل على انه اكمل مباراة يعني او كان ممكن يسحبه لكن حارس على انه الولد او زعمل حاجة خلاص لكن كان مغامر من وجهة نظري من وجهة نظرية ورغم الظروف اللي في القاني انه نزرحت ماشيت في موتش الشيخ في موتش زي موتش الاسماعين موتش الاسماعين دي حسابات تانية يعني مباراة فيها ضغوط نفسية اكبر من ضغوط بالفنية يعني تعارف الحاجات اللي بتتم بقى قبل الماتش والموباراة في نرعبها في الاسماعين الحركات اللي بتتعامل اللي هي كل مرة مع انه الماتش بتحدد من اول جدوى المتعمل هتلاعب حده مش دقارة للأهل والأهل اللي دخل فيها ده الأمن هو اللي بحدد الكلام ملاعب فينه وطبيعة فينه محدش عايز يروح يلعب في درجة الحرارة المخفضة دي في الماكس مسلا كان يبقى ممكن ما تشف هنا قريب مسلا امتى ممكن ناخد افضل اداء من احمد الشيخ لانه لغة رتمية يعني كل الناس مجمع على قدراته انا اسف مع احترامي الكامل طبعا لقدرات فريق المقصة والعناصر المميزة عنده وقدرات النادي اداريا وكل شيء لكن احمد الشيخ بلغة الكورة كان شايل الفريد على كتافه فنيا في الفترة اللي كان فيها في الحقصة كان نجم النجوم تهديف ولعب وكل حاجة وقيادة في الملعب للفريق ويعتمد عليه في كل كورة اللي هو بيستلم ويسلم في كل هجمة اده غير الاهداف ايه اللي نقص يعني الناس طول الوقت بتتساءل ان عندنا ثقة اه كلنا في القراءة مجمعين على ان احمد شيخ لعب سوبر بس لسه ما وصلتش للتوب فورم بتاعته مع الاهلي ايه اللي نقصبه لك نظرك يا سنوح في نجوم كتير على فكرة يا جوم في الاهلي بمهارات عالية جدا ولم يوفقوا او يعني كان ايه مشوارهم ملين في الاهلي احمد الشيخ محتاج يدفع النفسه اكتر من كده يعني انا ايه المدرب يديك الفرصة في المباراة خلاص لازم انت ايه مش عاوز اولي التوفيق وعدم التوفيق لا بس انت لازم تكون اكسر قتالا على الكورة معاك يعني لازم تكون عندك روح اعلى من كده فاصلتك مش هتيجي تاني يعني اعتقد السنان دي تبقى بالنسبة لك اخي بفرصة لو انت في الفترة دي وطالب الراجل حسي بيك وبدأ يديك فانت انت كلاعب مطالب انك تشتغل عن نفسك مطالب انك تتزود نفسك تزود نفسك ازاي بالتدريب تطالب بالراجل لكن حاجك مصرر انه مطلوب منه انتاج افضل من كده وقدراته اعلى من كده هو عنده القدرات ويمتلك انه يقدر يصنع الفارق دايما الفرق الكبيرة بالدرع لعب اللي يديها الميزة اللي ممكن لما تبقى انت ما عندكش الحلول هو يعملك الحل يعملك الحل بكورة بفاول بلعبة بباص يعني زي ما ايه فيه قصة كده بيخلصلك لما تبقى انت لما ليفربول مزنو يروح فيه عنده اللي بيخلصته صلاح فرمينيو مليهو ايه الفرق الملايين المدفوع بينه وبين المجموعة دي وبين بعيد العليم فيه العناصر الهالكي بلايز كل فريق اللي بيعمل الفرق فانا اوز اقولك انه احمد شيخ عنده من القدرة لكن لما المدير الفني بيديك مرة واثنين وثلاثة وانت لا تستطيع ان تستغلها زفوت دافع عن وجودك في الفريق خلاص ما تلموش لما ايه تقعد على ذلك الهالك تقول شان ما اخدش فرصتي لما تاخد فرصة مرة لا انا متفاعل بينه هيعمل حاجة الموسمين ان شاء الله يعني يعني من اللعيب اه من اللعيب اللي هو ايه اعتقد انه هو هيديهم لكن اه اعاوز اداء 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 ايه اداء بالروح بروح افرنا الحمراء ده القتالي لانه فنيا ما عندوش مشكلة لا اعاوز لا اعاوز يعني ايه لا اجمد من كده يعني لازم خلاص يدوس على نفسه اكتر في العلعب اه يدوس على نفسه اكتر من كده فانا انا اعز اقولك انه انت عندك الهيكل واضح خلاص انت اكتمل الشكل تسبيت بقى ومش تسبيت لا انا محتاج انك انت يبع عندك راس حربة سابت وتغير او ما تغيرش تخليهم واحد تخليهم اتنين في الملعب تحاجة ترجع لك او تنزل وتطلع لكن لما انت تبقى المسألة السيد محمد يرجع للعصر الزهبي للاهل في السنوات من والجزن شوف تشكلت الفريق بتتغير كمرة انت ايه مشكلتك في الدفاع انه الاتنين اللي في القلب ما بيلعبوش مع بعض ما انت في اتنين ما بيلعبوش وبيتغير واحد والتاني وتغير واحد والتاني يا ايمر اشرف طب مش عارف مين طب مش عارف هنا ما فيش ربط اصلا اللعبة في المنطقة دي الغلطة فورا وده من الحاجات من المراكز اللي هو مثلا بين الدفاع نازم بحافظين تحركات بعض وعارفين ما يلعبوا مع مين وكل واحدة فاهم دور وانت عندك مدرب يعني ملوجة من اللي انا شايف مش محترف بالدفاع اصلا ده كل الكورته هجومية فلما تواجه بحتاج مدفعين سرع جدا متنقلين فيهم اربع عيون مش عينين مفتحين في المنعب شايفين بيلعبوا مع مين لكن ايه محتاج انه هو يزودهم انه ازاي يستخلص الكورة من غير ما يدي للمهاجم فاول عليه ازاي يلعب الكورة السهلة كان مين القسطة في الحاجات دي مش القسطوات القدام بقى مار همام والناس الجمدة ومش عاوزة فيه قسطوات فيه كان قسطة اسمعماد النحاس كان بيلعب مين ومين مدافع بصورة صنع لعب مدافع قاعد الاهلي دوره على بديل مش عارف يدور يجيب حد مين كان جمب وحش شدي محمد احمد السيد كان فيه عندك دفاع واقف ازا ما دفعتش جيدة مش تعرف تهاجد لانه لما تستخبر هي هي فرع العالم كلها دلوقتي اللي بتحس النتائجها حتى اللي عندها اقوى هجوم اه ما بتكملش مسلا في بطولة اوروبا لو لو دفعها الفريق اللي بتفعي معشراته وزيادة اللي صلح دفعها فيه مراكز انت محتاج ايه يعني مسلا فيه مراكز انت محتاج ايه لازم لازم ببقى شكل فريق ثابت محفوظ دع انت يقولك تلال هلعب اه هلعب فلان وفلان وفلان اه ده ممكن يكون فلان هيغيب او يعني هان ايه ممكن ما الولد يجي في ماتشات اللي هي مسلا يريح ناس في ماتشات كاس يدي فرصة اه حتى في الحاجات اه يعني هنا بتقول انه ضروري نبقى نتعود في الفترة الجاية على اننا نشوف خط دفاع الاهلي رباعي ده ثابت خط دفاع ثابت نص ملعب ثابت مهاجم واضح وصريح يعني هو جمهور الاهلي هي عادي يصبر اقديه مثلا على المهاجمين بتاع يعني هيصبر اقديه على اظهر مثلا ولا مروان محسن طيب لو انت عاوز يعني مش هتدخل في فنيات عاوز تلعب عاجائي مثلا راس حربة وبتلعب وهو عاجائي اصله بيقدر يقوم بالدري يعني ممكن لا تمد عليك راس حربة لكن بنفقده كواحد من المثلث الهجومي هو مطالب 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 انا ملغوط نظري انه هو بقى فيه تسابات التشكل مسألت كتر التغيير هنا حلاك شايف انه ده هيبقى له تأثير ايجابي اكبر على الفريق وعلى شكل المنتاج لا طبعا فيه متشاة انت شايفها بدرجة قل تقدر تعدل لكن الشكل نفسه لانه الاهلي في بطولة افريقيا اللي فاتت واللي قابليها اللي اخسرهم اربعة ما تبص على الوضع هو كان عنده ايه ما تبص على المشاكم هنقول لازم اذا متعلمش الاهلي والجهاز الحالي من اخطاء اللي ارتكبت في البطولتين اللي فاتت ومش هقدر يفوز ببطولة جاية بطولة جاية اكثر شراسة بطولة الحالية اللي هي فيها دي شارسة جدا محتاجة انك انت هدفك واضح انت لسه هتصطدم يعني ايه بفرق ايه يعني فرق جامدة جدا انت عندك اتناشر فريق على المصنفين درجة اولى اه درجة اولى يعني اه الاختبارات الاصعب لسه لا الاصعب لسه موصلش الاصعب فاللي انا عايزون اذا انت الدوري مقدرتش تستفيد من المواجهات الصعبة دي تتعلم منها وعندك تشكيل ثابت وعندك عارف هدفك وعندك خطتك البديلة وعندك حلولك وعندك تكتيك بتاعك اللي انت يعني ايه فيه مدرب بيعمل تغييرك كده بتقليب له المطش فيه بحرك لاعب داخل الملعب وبيعمل انت يعني انت ايه حاجات كتيرة هنرجع نقول على مانول بس ده جيل يعني مش هتكرر تاني غير بعد 10-15 سنة كان يحرك واحد من هنا يطلع مدافع وزود مهاجم يعني فايلر من الناس اللي بتفكر بس لابد ان يحذر من غدر الكرة وانه اذا لم يعالد اخطاء دفاعه بالصورة المطلوبة ها ربما يعني يتعرضت تبقى فيه مشكلات فاني عجب تقول اساس هو يعني اداء ثابت لخط الدفاع وثبات في تشكيل خط الدفاع ده اساسي عشان يبقى خلاص يعني ايه عودت لا شك انه عودت محمود متولي في اللحزة دي وان شاء الله لما تكتمل القوة وياسر ابراهيمي بقى بيختار بقى ريحية شديدة متولي وياسر ابراهيم وربيعة وايمن اشرف بنختار من الموع عارف سيد محمد تشكيل يعني عارف الاهلي في الحالة دي اشد احتياجه الايه الناس كلها عملت تتكلم عن المهاجمين لا 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 مش محتاج مهاجمين الاهلي محتاج مدافع مدافع جامد جدا مدافع يعرف يلعب كرة الاهلي لو بنى وعالج الجزية دي انا بقولك بالنسبة كبيرة جدا هيعملوا مفاجأة ففرة الاهلي من وجهة نظرك سيد محمود محتاج مدافع من نوعية سواء كنا بنتكلم عن صفقة جديدة او واحد يوصل للطوب فورم دي من اللي موجودين حاليا من نوعية او من اقرب الستايل عماد النحاس او لو هالجومة الاتنين يجمع الاتنين لا كده مش مدافع واحد يا صلح هلأ هلأ يجب واحد هلأ يجب على فكرة على فكرة على فكرة بص بص على فكرة بص على ذلك هالحاجة محمود محمود متولي هيبقى له دور ورامي ربيعة انا عجبني انه انا يعني انا سعيد انه رجع لانه من مدافعين اللي عنده بكرة من مدافعين واي ما انا اشرف انا مش عاوز اظلمه في الماكين لانه بيبزل جهد كبير جدا عشان ناس بصول يا جماعة يعني ابتد مشواره تقلق باكلفت ايمن اشرف اعتمد عليه وكان ادى المسئولية سوى مع المنتخل او الاهلي كمساك لكن ايمن بدايته وتقلقه في البداية كل مشواره ياسر براهيم ياسر براهيم لسه مدخلش في تشكلة الراجل ها بس محتاج نفسه محتاج ياسر يتساند يعني انه ايه لا يعني يشوف يشتغل على نفسه لازم لا يمسك في الفرصة ما يستسلمش فلا انا اعزا اقولك انت بحتاج مدافع فعلا انت بحتاج مدافع ومدافع يعني جامل حتى مع اكتمال الصفوف يعني مع رجوع ياسر ابراهيم موجود ايمن عشرة فربيعة وساعد سمير اه اه ان الناس ساعد سمير طبعا انا عاودت برضو مهمة جدا بساعد سمير برضو شوف راجع بعد فترة غياب هياخد وقت عشان يدخل من العباء المهمين جدا لكن اعاوز اقولك ايه انت اصلا لما تيجي تقف على فريق زي الاهلي ارجع ما تكون برضو هده رجعك برضو يعني هده رجعك على المشاكل اللي الاهلي اتعرض لها في السنوات اللي فاتت هتلقى اغلبها ها في افريقيا من خط الدفاع هتلقى المشكلة الافورات العالية هتلقى مشكلة الحقيقة كانت من الدفاع ومن الهجوم انا كان ما اصدع ناصر كتير اوي كمان في الهجوم الاهلي اضافها انت بتقولش ان الاهلي مثلا يتغلب من يانج افريكانز في دار السلام مع الكامل احترام هتلقى اتعمل على الاهلي جيم يتغلب مش عارف مع مين يتغلب من سندوز بالنتيجة ليه سندوز نفسه مش بسدع لغاية دلوقتي انه هو عمل النتيجة دي مع يعني بطل ابطال افريقيا فدي برضو عاوز اقولك من الحاجات اللي هي يتفتح فيها العينين على الانية فعلا مكر فيها نكون شايف فيه ناس بوجي تنظرها برضو بوضع اول تحترم يقولك لا مش تنظر بقى عند الدفاع اصلا مش بدافع هنعاوز اخلص الدام طب ماشي ما انت هتخلص الدام لكن انت ما انت هتخلص الدام ما انت رحت من هنا فايز ثلاثة اه على الترجي وشلت ثلاثة في ماتش غريب تعرضت فيه الضغوط من قبل مبدأ المباراة مش عاوزين نرجع عليها لكن انت ثلاثة سفر نتيجة كبيرة جدا على فريق بحجم الاهلي طبع ماشي فحاجم مش عايز اي خطأ مشابه يا مستقبل اه لا مش عايز لا ما انت لازم تبقى عندك باصص لانه عندك طب المهاجمين طيب اظهروا مروان محس اجا ايه اجا ايه صلاح محس طب نعمل ايه تاني تجيب مين تاني اه يعني اصلا يعني اصلا يعني هو في مهاجم عاعد مستنيك خلي منطقية هو في مهاجم عاعد مستنيك هيجيب الهدف من خرصة ونحن ما نعرفوش يعني الناس اللي هيسيبهوه مثلا هيفرطه فيه مثلا بسهل يعني ده هيجيبه من نفسه يعني ما هياخده الكورة مثلا مع نفسه ولا نتيجة تعاون وشغل الفريق كله مع بعض فالهدف الاساسي انه المنطقة الخلفية ده اللازم تبقى منطقة معفولة منطقة وصول الصعب يعني من الصعب الوصول المرمى الشناو من الصعب لا دي معليهاش خلاف فدي جزئية اعتقد اللي التفكير فيها المفروض ما يستهنش بيه يقولك انا عندي اصلا ممكن لا لا عندت مشكلة الحاج بتقوله ده كلام سليم لانه اكبر فرق العالم مش على مستوى يعني برشلونة مثلا مشكلاته دايما في بطولة اوروبا في الفترة اللي فاتت انه لما بيخرج من بطولها مشكلات تدفعه اداة دفاعي خلاص لانه هجومه قوي جدا بس عنده عيوب شبيرة في طلط الدفاع ارجع للفربول كده ارجع للفربول قبل ما يفوز بدور يا ابطال الاوروبا السنتين السنة اللي قبل اللي فات جاب مين من ضعك اعمل ايه معه ودعم كم واحد اه افل جنبه عمل رد فعل ايه مدافع مدافع بدرجة ايه هداف صحيح مدافع منحسق الفريق لعيب كورة لعيب كورة فانت محتاج من النوعية دي اللي هي تزودك ليه لانه عندك العناصر خلاص عندك العناصر الجيدة في نص الملعب والعناصر الجيدة في الهجوم الممطقة اللي بورا بقى لازم بقى حد عندك معل بقى حد وجوده يديك اطمئنان حد وجوده يعملك الحاجات اللي انت يعني تقول الله عليك يعني نتطمن على الاهلي في اي هجمة مرتدة طب انت متطمن وحاسس انه مش اي حد مش اي حد هيعد ان شاء الله نوصل ده حتى من خلال تركيز اكبر وشغل اكتر من الجهاز الفني على تنمية قدرات اللاعبة في خط الدفاع انه ازاي نتفادى تكرار الاخطاء اللي حصلت في المواسم اللي فاتت او استغلال الاسماء والصفقات الجديدة بشكل افضل عشان نطمئن على الفريق اللي دايما تعودنا انه بيبقى ضاغط فبيسيب مساعات في الملعب الله لي دايما بيهاجم بقوة اي فريق فالمرتدات دي لازم زي ما حضرتك بتقول يبقى فيه كوادر مميزة جدا فانيا انت تتعامل معك اه طب اشان ما ما نستقبلش اهداف لا 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 نستقبلش اهداف لانك استقبلك اهداف برضو يتوقف برضو على انك انت ايه ها حالة الرد الفعل بقى يعني ممكن لما استقبلت اقدرة الفريق انه يعود سايه مباراة هييعود لكن ما تنشي ظروف المباراة بيكون بنسبة لك ايه فلما يكون أنت تمتلي خط الدفاع قوي جداً بيبقى صعب جداً وانت ترجع تفوق الآلي أفريقيا في السنوات اللي فاتت نتيجة صلابة دفاعه صلابة دفاعه وصعوبة اختراقه إن شاء الله الأمور تكون أفضل بإذن الله ومش بس على مستوى بطولة أفريقيا زي ما بيتكلم الأستاذ محمود صبري بكرة كمان استكمال الانتلقاتنا القوية في الدولة الممتاز والفوز يكون حليف فريقنا ونجوم الفريق الأول في النادي الأهلي على فريق الاتحاد السكندري اللي زي ما قال ضيفنا أستاذ محمود صبري إن السبات الفنية بتزداد قوة والدوافع بتزيد عند نجوم الفريقين النادي الأهلي بإنه عنده هدف وحيد زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيز هو الفوز في كل اللقاءات وكل المنافسات المحلية والأفريقية هذا الموسم إن شاء الله والاتحاد اللي عنده كمان رصيد من النقاط وانطلاقة قوية بتخلي الدوافع عنده أعلى في المباراة بإذن الله نشوف مباراة قوية طاليق بالفريقين ويكون الفوز والحاسم للنادي الأهلي وحليف النادي الأهلي في هذا اللقاء هننتقل لمنتخبنا الوطني الأول ما قيل إنه أزمة أو مطالب الكابتن حسين البادري على أقل تقدير خلاف وجهات النظر مطالب موجهة للاتحاد المصر لكرة القدم أو اللجنة المؤقتة بإنه تبقى فيه في الحسابات فترتين للأعداد المنتخب وللتوقف هاك شايف مصر ده إزاي طبع طبعا من حقه من حقه يعمل تجمع يعني بس ده بالسهولة ما يقصرش على إنه الدوري يقف ملاش ونمي يعني ملاش الدوري يقف يعني خلي البطولة هاك شايف الدوري أعداد أفضل أعداد أفضل يا سيد محمد إز الدوري هو العنوان الأساسي للمنتخب وإنه خدنا أفريقيا ثلاث دورات من فين لعيبها من الدوري مصر دوري مصر ولا دوري كان مليان ومدرجات مليانة ما أنا برضا عاوز أقول يعني اللي بفرض يطالب بيه كابتن حسام إنه يروح يقابل الأستاذ عمر الجيني يقوله عشان خطرنا رجع الجمهور عاوزين الجمهور في المدرجات يعني اللي إمتى يعني ما شات يعني ليه يا جماعة كده ليه نشوف النهاردة الرجاء والوداد في الدول شوف الملعب عامل إيه براس عصر أقيمة شوف كارنفال وبين فرقتين إيه يعني أهل وزمالك وفيه غيرهم تاني وفيه الجيش يعني فيه فعندك أربع خمس فرق في المغرب يعني كلهم يعتبروا دربيات ومبورات جمدة جدا وجمهورية كبيرة جدا فلين عايزوا ليه الجمهور ما يرجعش يعني إيه اللي مانع حتى الآن إنه يبقى فيه عشر تلاف حتى مشجع في طب حضاك متفق على مختلف مع اللي قاله كابت تصريحات كابتن حسام البدري بعض التصريحات أشار إلى من وجهة نظره الدوري مش قوي بالدرجة الكافية ولا يفرز عناصر قوية تدي فرصة اختيارات جيدة للجهاز الفني للمنتخب تعال كلام ده شايفه إزاي طبعا أنا مش عزور إنه أنا ما شفتش الحوار اللي حصل حسب ما معرفش الكلام اللي تقال من كابتن حسام لكن لما جاء أقول الدوري ما يفرشي لعيب لا يستحق الاندمام من التخب هو كده موجهة نظر إنه حط يد على أول نقطة يعني تأكيدات من زملائنا كمان في أسرة أعداد البرنامج إنه قال كده على الهوى في أكتر من قناة ثلاث قناة فراهية أنا ما تابعتش تصريحات ولكن طبعا مؤكد الخبر وإستنده لتصريحات على الهوى الكابتن حسام بس أنا بقول لك إيه إنه هو لما قالي الجملة دي أنا من وجهة بنظر إنه دي بداية نقطة من حسام بدري ورسالة للتحاد الكورة لو هم عاوزين نصلحوا الكورة اللي قالوا في شيء من الصحة على فكرة وأنا قلت مع حضرتك قبل كده قلتلك فتح الباب للمحترفين بهذه الصورة أضر بالمنتخب ولكن تفتكر حضرتك من إسبعين قلت الكلام ده معاك قلتلك فتح الباب بالصورة المبالغ فيها أضرب المنتخب حضرتك دربت مثل بالفراودة قلت كتر الفراودة العرب والأجانب هو بدليل راجع على إيه؟ أضرب مستوى الفروت في المنتخب ممكن يبقى عندك ناس تانية عمر حمدي ما حدش تعرف تفكيره لكن هو في هذا الكلام يعني أنا كنت أتمنى أنا بأييده على فكرة أن الدول المصري فعلا ما طالعاش العيب مش بس الكلام ده كانت قال في غرف مقلقة يتكتب في تقارير كده واتفضل ليه؟ ليه حراك شايف أنه مش مناسب أنه يقال على الملأ أو في الفضائيات؟ لا أنت كده بتفقد الثقة في الجميع أنت بتفقد الثقة في الجميع يعني بتدرب كورسة في الكروب ما فيش معانا زي كل الموجودين دون ما ينفعوش منتخب على فكرة منتخب مصر؟ حراك بتشوف ده كلام محبت لللاعبين نفسه؟ كلام طبعا يقلل الدوافع عن دوافع يعني عاوز أقولك إيه؟ كلامك صحة كابتن حسام أنا مش مختلف معاك بس كان نفس الكلام ده ما بيبقاش دلوقتي يعني الكلام ده كانت تقوله مثلا في تقرية تبعاته الراجع طيب طيب يعني عن وجهة نظر يا ريس يعني عاوز أقولك إيه؟ لما تكي تقول لي إيه؟ مثلا ده هو الأهلي ياخد الدوري؟ أسأل فايلر هاهل رده وقولك طب هو الأهلي عنده لعيبة؟ ماشي ياخد الدور؟ قائبة كلام لو سمع اللاعب يحبط جدا؟ سمع اللاعب أي رد فعلي يا فضي أه؟ أه الدوري المصري ما بيطلعش العين الدوري ماشي ما أفرجش المطلوب من اله بس دي في حد ذاتها يا كابتن حسام محتاجة شغل كبير جدا من التحاضر كورا مش منك كمان حسام بتقول إنه مش مجال التصريح ده الفضائيات مش مجال له تصريح فضائيات خارج طيب في حاجتين عكس بعض يا سيد محمود إن كابتن حسام هنا بيقول وكلام حدك شايفه فنيا سليم حتى لو لم يقال في المقام المناسب له فكرة إن الدوري لم يفرز لعبين جايدين وإنه مستوى ضعيف فنية فكابتن حسام بيطالب إن الدوري يبقى أقوى نفس الوقت بيعمل حاجة على النقيد عكس الكلام ده إنه بيطلب توقيف الدوري أكتر من مرة وده إضرار بأيه مسابقة واضعف لمستوها الفني إيه التناقد ده؟ هو مش تناقد هو دلوقتي حاسس نفسه برضو عاوز أقول لك في مشكلة يا سيد محمد إنه عناصر المنتخب يعني إيه لما تيجي إنت تمسك وراء وقلم دلوقتي قوله لو سمحت أنا أقولك لو سمحت اعملني تشكيل المنتخب اللي أنت شافه في العام اللي جاي قولي التشكيل هيبقى شكله إزاي يعني كل لحضرتك وكل النقاد وكل الخبراء في الاستوديوهات قالوا بعد طولة المنتخب الأولمبي وكاس الأمم المنتخب الأولمبي قالوا قاوان المنتخب الأولمبي مع الخمسة ستة أكثر تأثيرا في السرين أورا كل الناس شايفين إيه حضرتك إنه عناصر بتاع المنتخب الأولمبي دول هم اللي هيعملوا الفرق يا رجالة وانش بعمل صحيح كل الناس قالت صح واش قالت كلام ده بوضاء ده أكبر خطر على فكرة تهتواجه عندك قرعة 21 يناير لتصفية المنديان على فكرة وربنا كده يعني صراح بعد ما تقلق واحسن لعب إن شاء الله يعني ربنا كده يعني إيه يعني كده يهديه إن شاء الله ويرجعوا الكلام اللي قالوا إيجابي وانا عندنا فرصة الراقص علينا مش هي 22 وان ده شكل كويس ده الكلام إنت هتجيب الخمس ستة عناصر دول هتضيفهم على المنتخب كم واحد هلعبوه؟ كم واحد هلعبوه مع المنتخب الأول؟ بالكتير قوي اتنين يا ثلاثة يعني أنا قدر أقول لك إنه مثلا مصطفى محمد رمضان الصبح يضيف معهم حد تاني هيتضافوا على إيه؟ على المنتخب الأول على الناس اللي موجودة اللي موجودة في ملعبهم خلاص؟ هو عنده سوق حظ في إصابة واحد زي حمد الفاتحي كان لقي حتة كده حطوا جنب طريق حمد فبقى عندك شكل فص حمال عباوه اتنين هم ليبني عليهم هو حط كده ونروحوا بنين لكن تعالي بقى للجد بقى وقول لي خط الدفاع خليني بقى في الجد يعني تعالي قول في خط الدفاع رباع الدفاع رباع الدفاع تعالي قول لي مين هم رباع الدفاع في الأهلي هتقول لي مين أعمال أشرف؟ مثلا رمي ربيع؟ ومحمود علاء في الزمالك؟ ممكن مين تاني؟ حجازي محترم بلعب بشكل أساسي مين تاني لسه المنافسة الأفضل من الأهلي ومن الزمالك؟ من الطرفين؟ من ايه ده؟ أحمد فتح وآه؟ مين باكلفت؟ مين باكلفت ورس؟ قول لينا يا فسود محمود؟ انا بقولك انت هو اسألك انا بسألك من باكلفت؟ مين باكلفت؟ منتخب ماذا؟ طيب يعني هل الكلام لأخذك شيء؟ الدليل الدليل اللي انا بقوله لك ليه؟ انا عايز بس استوضح في الحاجة بتقول ده؟ لا انا باستوضح كلامك في حاجة هنكمل كلامك والله بس انا عايز اسأل سؤال انا بحط نفسي باسمك انا اللي بيتابع حاجة دلوقتي اول اللي بيتفرج علينا هل حاجة بتقول ده؟ انه عندك تحفظ على عدم ثبات التشكيل ولا عندك قلق من مستوى اللاعبين والكوادر اللي موجودة في الدورة؟ حاجة بتقول ان عندي مشكلة في الامكانات الفنية وقدرات اللاعبين انا احدد لحضرتك او احدد لحضرتك بص فنم احدد لحضرتك كرام حسين بدري حسين بدري بشأن انه الدورة ما افردش عناصر ده احنا قلنا وقشرنا نيو وقلنا بس انا الكلام ده ما كانش ياجب يقال في التصريح رسمي الكلام ده يتقال اجيب رئيس الاتحاد الكورة والمسؤولية يا جماعة احنا عندنا مشكلة طب اين مشكلة يطلع اتحاد الكورة عندنا مشكلة احنا هنعدل احنا بنعمل ليحا يا جماعة يا اندية خلي بالكم من الدورة الجاي اه الاجانب هيقلوا الاثنين ده اول حد مدور في الموضوع احنا ونلقى نفتح الدورة ثمانية والمتخب يروح مع السلامة مش مش هلا مش هشوف بطولات افريقيا تاني على فكرة طالما انت قضيت على حتى مش عاوز تدي فرصة اه لانه بفي عندك عناصر تطلع تعمل تعفيله حتى على الشباب تعملها تلاتين مرة خمسة وتلاتين مش عالف انت عاوز ايه يعني انت عندك مسابقات نشئين اصلا مواضحة ولا بتشارك بطولات افريقيا للنشئين ولا مهمين طلع لك النجوم مهمين طلع الاجيال دي غير بكسرة المشاركة والبحث والتنقيم وفي ناس زي اللي بيعملوا مثلا الجهد الكبير جدا اللي بيعملوا مثل كابتر ربيع يسين بيدوروا بروح هنا وبروح هنا يعني مشكلة بالنسبة لها عشان ندور على يعني حد ينطق فالتا المعين نضب مفيش معادش ليه لان القاعدة ديئة والتحاد الكورة انشغل بحاجات تانية وسبب القاعدة تحت مفيش شغل فيه فكان النتيجة اللي احنا حصل اصبح النشئين واوصرهم صيد سهل جدا للمنتفعين والاكاديميات الوهمية كان نتيجة اللي هو بقوله حسام البادي بس معناش كابتر حسام الكلام ده جاي متاخد كده انت كده انت لأ ما تقولش الكلام ده ده انت تدخل للتحدي ولازم انت تصنع او انت لازم تقاتل ودفع عن نفسك انت جيت في مكان وخدت فرصة ما اخداش حد خلاص يا خدت فرصة والناس بالسندك فانت لازم ما نفعش تقول الدور ما يفردش فمعنى ذلك اننا يا جماعة مش هادر اعمل حاجة الناس اتفصل كده بالكلام ما تدورش على مباركات لا انت تشتغل بالكلام ده تشتغل وتبزي الجهدك عاوز توقف من حقك تاخد توقف بس بما لا يخيل ان الدور يقف على فكرة انا مش حنسى السؤال ان هرجع انا 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 بكلم هل حضرتك بتقول انه عندك تحفظ على اختيارات الكابتن حسام البدري للمدافعين فبالتالي مش وضع لنا كجماهير مين خط دفاع منتخابنا الاول حتى الان ولا هرجع عندك تحفظ على اداء المدافعين لا عندك تحفظ على اداء المدافعين بشكل عام هرجع شايف العناصر دفاعية مش ممالذة شكل مع كامل احترامي لا عندنا مشكلة وعندنا مشكلة واللي واللي هيقول غير كده معالش بكامل احترامي يبقى بيجامل ليه لانه تعال اشوفنا في مبارات الافريقية انا مش دولي مش مقياس بالنسباتي على فكرة خلاص بص شوف احنا مستوانة ايه في الكرات العالية بنعمل ايه كله بيقتص تحت ماشي وشوف الكرات الاكسية بنتعمل معنا في بطلات افريقية لما بنقى وبنواجه انا بقولك اهو الشمال الافريقي بالزان ده على مستوى الاندية والمتخبات انا بقولك اهو مفيش شغل يا سيد محمد يعني لابد من يعني عاوز اقولك ايه لابد من التحفيز لابد من المذاكرة يا جماعة يعني انت رجل شغلتك منتظر ايه ثانيا قطاعات الناشيين فين هي اللاعب اللي قدمتها في قط الدفاع يعني ايه هتقول لي ما لابد يكون في ربط فني كلام نحنا بنقوله يعني بتاع فض المجالس يعني مفيش ربط فني عاش هارف اعمل ربط فني انت المفور تيجي تقول لي مثلا احمد فتح هيبطل بالسنة اللي جاية هل انت فكرت احمد فتح يبطل مثلا من السنتين فبعدت الدور على باكراين ايه بديل وبعد كده يعني مستني مين يطلحوا لك بديل يجيبلك حد محمدي كمان لعب عنده خبرة وسنه كبير مانا بكلمك كدير اوه مانا بكلمك يعني محمد هاني لسه قدام محتاج شغل محتاج شغل من نفسه محتاج اكثر صلابة ويتعلم من احمد فتحي شوف احمد فتحي بوصل للمسالدة ازاي بيالجهد يعني عاوزه لك فيه لعيبة يبعده هدف فهو بيشتغل على نفسه هذكر لك لقطة وممكن انتقب لك وانتلك لما الاهلي جاب فيلكس بكاش عارف يقف بالكورة يقف على الكورة هولمن كان بيعمل يوم كامل في الاهلي هم انا بقاليم اقول بعد سنة لما جاء هلمن بعد هارس هانا قعد موصل بوحد تعبان مفيش خالص لما جاء هلمن قلبه قلبه حاجه تانية مانا بكلمة بقى نقلة تانية يعني عاوز اقولك اتعمل شغل هنا وتعمل شغل ان كنت بتصنع زي مسلا جروس. لازم تقوله ان كنت نجحت في ناكيمتا عملت باكليفت عشرة على عشرة. عبدالله جمع. من وينج خليته باكليفت وابزل جهده عمل شكل وكان فيه فيه مدرب فيه مدربين صناعية بيعرف يعمل. هاك عايز ده بقى في اندية مصر ولا فيه المنتخبة. لا 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 في الاندية. يعني المنتخب بيبقى الفترات محدودة جدا. المنتخب بياخد الجاهزة. يجمع العيب. يعني اصارك سهل. يعني المنتخب بيروح له اللاعب جاهز. نادي بيبزل وبيربي وبيعمل وبيصرف. وياخده المنتخب بيكسر الدنيا. هو المنتخب واللي عمل والتحاد الكورة. حرك نفسك اندية مصر تقدم اللاعيبة في حالة اعلى فنان. في حالة اعلى من كده. وهزي الحالة لان يتقتى الا بمسابقة قوية. تحترم لو يحق قواننا وتحكيم قوي. مش حكا بيحسب ضربة جزاء من واهم واحد ماشية. وقعدين تقول لي وقفوا شهرين. ايه اللي استفادوا النادي اللي ضعت عليه النقط مثلا او خصت يعني. ايه المكافأة يعني وقفتوا شهرين وبعدين. ايه الهول ده عقاب مناسب. انت لابد منظومتك كلها. يعني تعيد للدول المصري عشان يبقى عندك منتخب قوي. واثنين وثلاثة. ولازم يبقى عندك منتخبات ناشئين. عاوز اقول لك على حاجة. ازا ما تعملش منتخبات ناشئين. واختيار مدربين اكفاء. اختيار مدربين. وديه مراوات كويسة جدا. واقول له مهمتك. انا اجيب اه انا اجيب طريق العشري. واجيب مش عارف اه 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 ايهاب جلال واجيب مش عارف. اقول له عايز عمل منتخب. عاوز اعمل منتخب اه ستاشر سنة. عاوز اعلمه. وعلمه كورة. لكن انت تقعد بقى. تدوره زي ما تجي لك. العشوائية اللي احنا يعني بنمشي بها بعد. طيب قال تصريح كمان عشان نسيب كابتن حسام البدري. وان نتناول يعني ملف اخر. فضلا. انا ننتقل من ملف المنتخب. اليوم يوم حسام. اه اه تفضل. طيب هو قال كمان انه يمكن استبعاد اي عنصر من المعاونين في الجهاز الفني في اي وقت. حداك شايف ده تصريح معناه. وقال حاجة تانية. لأ هو داخل حاجة. لأ قال حاجة تانية قال انه موجود في العقد باين. قال موجود في العقد مش عارف ايه. شرط لو هي حاجة. اه اه تفاصيل اكتر يعني. بس هو قال انه يمكن. طيب انا هسأل حضرك سؤال. انا هسأل حضرك سؤال. طيب هو مين يختار الجهاز المعاون. لأ هواك سأل لجنة الموقعات. ما انا بس سألك انت. مين اللي اختار الجهاز المعاون. هو كابتن حسام. طيب لما اختارهم يختلفوا معاه. هل محتاجنك تحبط شرط مثلا في الاختلاف. الا اذا كان فرضت عليك ناس. هي دي. هي دي. جبت التساؤلات منطقيا. طب لما يختلفوا معاك. وما انهمش مكان في الجهاز. طب جبتهم ليه من الاساس. وهل فيه وقت يسمح. يبقى فيه اختلاف. في الوقت اللي احنا عايشين. ولا احنا بتدور على شكل. بس دي معلومة مؤكدة. ان كابتن حسام تركت له الصلاحية. بس عوزة قول لحضرتك على بيها. يعني الحاجات دي مش لازم الجمهور يعرفها. ايه اللي هتفيده الجمهور ما يعرف انه اه. ممكن استبعد اي عنصر. استبعد عنصر من الجهاز ما يعرف. يعني ايه مغزر. يعني اقولك ايه. لم برضو سؤال لم يحالف الكابتن حسام خاصة ان انا مع كامل احترام للكل. اشعر انه في محاولات تصيب. يعني ايه ننتظر يعني لا. يعني بيا جماعة. عاوزين نخرج من من الدايرة دي. يعني ايه نطلع من الدايرة يعني كفاية. يعني تعبنا من الناس وقفة لبعض. هو قال حاجات يترد عليها ويتقلوا انك انت المفروض بكونش تقول الكلام ده. اه? انت رجل كبير ومدرنب كبير وعملت بطولات مع الاهلي وآآ. لك سيرة ذاتية محترمة جدا قوية. انت الحاجات ازاي دي. النقطة دي. والنقطة اللي قولنا عليها بتاعت الدوري. ليس لها محل من العراب. في الحوار نفسه. يعني يعني. يعني. يعني اختلف معايا فانا عندي شرط من العقد. انت بتوقع بقى ان حد اختلف معاك. ما انا هوجع. هقول لك كده. انت حضت كده. يبقى انت في حد جاء تفرض عليك. ها? وبتدي فرصة الناس ولكن في الان ده فعلا. في واحد موجود في الجهاز جاي. مش بيرادة الكابتن حسام. طيب. قبل منطقة المنطقة ثانية. بقى انهطلوا حاجة تحط لنا تشكيل دفاع. آآ خط دفاع منتخب مصر حاليا. من افضل مجموعة حجازي. وعندنا النهاردة بنتكلم في عناصر مميازة في الاهلي. وعندها خبرات دولية رامي ربيعة. ايمن اشرف مع عناصر زي متولي وياسر ابراهيم. مع العناصر الموجودة بعضها من الزمالك. بعضها من اندية اخرى منافسة. آآ يعني. مين اللي حاجة شايف انه ممكن يبقوا آآ الخط الاساسي اللي بيتولى مهمة الدفاع منتخب مصر. التكوين. حجازين يعني صباته المتكررة. محمد وطولي لما يرجع. هادي اتنين مساكين. قرامي ربيعة. محمود علاء. باهر المحمدي. باهر الفترة كمان له مشاكلة وايسة جدا مع المنتخب الحقيقة. فيه محمد عبغاني. هنا هاديك بتتكلم عن المساكين اكتر. مركز على على الدفاع. قلب الدفاع. مش الباكرايت والباكليف. لا الباكرايت والباكرايت. تعالى بس اقول لك هالحاجة. امم. قول لي مين? باكليفت. في آآ الباكليفت عندك الاهلي آآ علي معلوم. علي معلوم. الاحتياطة بتاع. محمود وحيد بدأ يشارك. محمود وحيد بدأ يشارك. ها? وبرده الناس ما عزرش برضو. فيه ناس بتعزرش محمود وحيد. انه قاعد. لسه يعني مشاركاته لسه محمودة. يعني يعاوزه لك يبقى وعاوز يبقى حاجة. وان كان بيقدم مستوى كويس جدا. بدل ما تسنده. فانت تبدأ ايه? يبقى عندك اه مشكلة. عبدالله جمعه في الزمالك. مين تاني? عشان انا مش بتابع بس فيه. اكيد فيه ناس تانية كويسة عشان احنا ما نظلمش. اكيد. بس احنا خدنا مثال يعني من عقب نديه من الاهلي والزمالي. اتروح للباك رايت. باك رايت. احمد فتحي محمد هاني في الاهلي. اه. مين تانية? ده حراية كلنا. انا بقى اقول لك كدين اهو. اكيد فيه اندية تانية. هو لازم يكون بص عليها. انت محتاج زي ما بقول لك الاهلي محتاج كزا. اه? دايما كانت في الاختيارات يا سيد محمد معلومة. وممكن كده الناس عارفها. انه دايما النادي زي الاهلي لما يجيك يتعاقد مع لعيب. عارف يجيب لعبه? اه. كان شرطه الاساس ايه? لاعب دولي. لاعب دولي. سواء منتخب اول او منتخب اول. لاعب دولي عنده خبرات. مكتسبة. هيفيدك. مش لسه لعب انت مسلا. هتعلمه في جزئية فهتستنى هتاخد وقت معاه. جمهور ما بيستناش. لكن انت في عندك لعيبة. مجموعة من العناصر في مسلا في فيلة الاني. مش عارف يعني هعمله معي. يعني واحد زي عمار حمدي. العدة. يعني مش عاوز اقول احترم وجهة اه فايلر. لكن الولد اسبت ودة ومحتاج يطور اداة ومحتاج يتعامل معاه شغل كتير جدا. كان ممكن ياخد. لكن هو جدا. ادالوا لعبوا ايه? فماتش الكازر لعبوا بكرايت. ها? ولعب. يعني لكن اه يعني اهو فرصة. بصراح محسن. بغاية حتى هزي اللحظة. رغم ان يكون ما اخدش فرصة لكن حتى هزي اللحظة معي حتى مع مشاركيته مع المنتخب. ما شافش نفسه كويس. يعني ما برضو ما اقنعش بالصورة اللي اللي هو ايه? اتخليه. يعني اه يبقى موجود برضو في 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 عندك عناصر تانية تقدر تطورها. فانت لما تيجي تحط المجموعة دول اللي احنا قلنا عليهم مدافعين. هما دول حاليا هما ممكن في ناس تريف اه في فرقة تانية كويسة تتضاف عليه. هما دول اللي بيكونوا بقى ان هو خط الدفاع. يعني في النهاية حالك عايز المستوى الفني والارتقاء بمستوى اللاعبين من الاجهزة الفنية للاندية في الدول المصري يبقى اكثر تأثيرا عشان اللاعب يبقى اجهز وهو رايح تجمعات المنتقل. اه طبعا. عايز اللاعب يروح با فورم حالة من كده. اعاوز بص حالة فنيه. اه طبعا ده بيتأثى بيه حضرتك. بيتأثى بمباراة القوية في المسامة. بتأثى انه في. قوة المتشاة. اه قوة المتشاة. وتبقى فيه كرة قوية وفيه لعب يعني يعني. الجماهير زي ما حضرتك قول. فانت هنا فيه مدرب بقى. بيصلح وبيعدل. وفي مدرب مدام ماشي معاه. خلاص. مدام انا يعني يقول لك. الدفاع لا الدفاع مهم بالنسبة لك. الدفاع واحد. انا ملجي اتنظر الدفاع من واحد لغاية تسعة. الهجوم عندي يبدأ من تسعة العشرة. اه. لو ما بانتش دفاعية اني محمد يبقى عندك مشكلة. اكيد. اكيد. على مستوى كل الاندية او المنتخبات على مستوى الاندية الابطال دايما الاندية اللي بي نفسه على الالقاب. عالميا مش بس. بص خلي بالك شوف الترجي. دعم السنان دي يدفعه ازاي. وبيب لعيبها من من جزايا. خلي بالك يا انا انا بقول لك. انا بقول لك. دعم لازم تتفرج. لازم تتفرج على الترج. لازم تتفرج على الوداد. لازم تتفرج على الرجاء. لازم تتفرج على صندوق. اه? وبص بقى على مزينة. في منافسة قوية. اه 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 اه. لأ في منافسة. ان شاء الله نبقى قادرين نحصل او على مستوى المنافسة دي افضل. اكيد. ماشي معك الترون. حضاك بتقوله عشان الاختبارات الاصعب جاية. سواء على مستوى الدوري او طولها. اه طبعا. ان شاء الله يكون جاهزنا الفني والعلينا هادرين على احداث التطوير او تحقيق الطفرة الفنية المطلوبة والاستفادة باكبر قدر من العناصر الموجودة في الفريق الاول لكرة القدم في نادي الاهلي. علشان نقدر ده نعكس ان شاء الله على النتائج ونكون مؤشراتنا ونتائج افضل محليا وافريقيا بازن الله. باشكر حضرتك على وجودك معنا. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام. مستد محمود صابري باشك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. دايما مشاركات حضرتك معنا. شكرا لحضرتك على المتابعة. نهاية هذه الحلقة من حلقات الاهلي ليلة. إلى اللقاء.